موسى الخير وكل عام وانتوا بألف ألف خير مشاهدين اللي عم تتابعونا باليوم الستة وعشرين من أيام شهر رمضان الفضيل عم نعيدكن بعيد الجلاء عيد الاستقلال السوري عيد جلاء آخر مستعمر فرنسي عن أرضنا الحبيبة سوريا ودائما نتغنى بأبطالنا اللي حققوا هذا الإنجاز ومنعيد رجال الجيش العربي السوري وكل المواطنين أيضا اليوم ستة وعشرين رمضان يعني بعد أدان المغرب تدخل ليلة القدر فما تنسونا من دعواتكم ودائما نتمنى الأمن والأمان لبلدنا الحبيبة سوريا وأعياد عم تكتر واحد ورد تاني إن شاء الله يا رب أيامنا وأيامكم كلها أعياد يسعد مساكي يا رغد يسعد مساكي وردوك العام وانت بألف خير يسعد مساكي جميعا أيام مباركة على الكل يمكن معظمنا بيمتلك عادة سيئة هي بتكون سبب بشعورنا بعضم الرضا والحزن والقلق هالعادة تعرف بالتعود على النعم إنك تألف وجود هاي النعم حواليك وكأن حق مكتسب لإلك إنك تتعود الدخول لأهل بيتك تشوفهم بصحة وبأحسن حال تتعود تدخل من دون ما تستشعر بنعمة رب العالمين عليك بالستر لهيك ما تخلي الحياة تاخدك وتنسيك كلمة الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله دائما وأبدا قديش حسينا يا رغض بكارثة الزلزال بهالكلام اللي حكيتيه تماما النعمة يلي ما كنا حاسين فيها نمنا فئنا شفنا حالنا بالشوارع مثلا الله يكون بيعون كل اللي يضرروا ويرجعون لبيوتهم بالقريب العاجل فعلا الاعتياد على النعم دائما بيكون فخ يقع فيه بعض المتراخين وكل يوم رب العالمين بيجدد النعم بحياتنا من أبسطة لأكثر تعقيدا الجميل بموضوع الشكر هو زيادة النعم من زيادة الحمد والشكر الله عز وجل بديم نعمته علينا لما نكون شاكرين وحامدين فدائما الحمد وشكر لله يعني كل شخص عنده طريقة معينة لحتى يفرغ الضغط جواته ولحتى يشعر بالراحة البعض ممكن يلجأ للنوادي الرياضية للجم أو الأعمال اليدوية والهاند ميد مثلا وهيك قدم نسمع عن أشخاص بيرتاحوا بأمور بأبسط يعني بأبسط منها ما في يعني مثل أعمال المنزل والطبخ وكل شيء بنشغل بالأيدي يمكن يا ورد بيعطينا هاي الطاقة الحلوة بفضل طاقة سلبية وبيعطينا طاقة إيجابية وبيطلع الإبداع يلي مدفون فينا حتى الدراسات أثبتت أن الطبخ مفيد فعلا لتعزيز الصحة النفسية لهيك بتم استخدامه كأداة من أدوات العلاج كيف تابعوا هالتقرير عادة لما نسمع كلمة علاج أول شيء بيخطر على بالنا كومة أدوية وأبار وغيرها من الأدوات الطبية بس اليوم رح نحكي عن علاج منه آخر أثبت دراسات أسترالية أن الطبخ مفيد للجسم من ناحية الروح المعنوية وهالشي أطلق عليه اسم العلاج بالطبخ بيشمل هالعلاج كل أنواع الأنشطة يلي إلها علاقة بالطعام مثل زراعة حديقة من الفواكه أو الخضروات والتخطيط وأعداد وجبات الطعام وتسوء البقالة وتجارب المطاعم أما عن فوائده فبتتلخص بتخفيف وتبديد الشعور بالتوتر واستعادة احترام الذات وتشجيع الحسن الإبداعي والقدر على التواصل مع الآخرين وكثير من الاستشاريين النفسيين بوقتنا الحالي عم يستخدموا الطبخ كأدوات علاج للأشخاص يلي بيعانوا من مشاكل الصحة العقلية وحسب الدراسة كمان الأشخاص يلي بيطبخوا بانتظام أجسامهم وهقولهم أكثر راحة من غيرهم اعتمدت الدراسة على متابعة باحثون أسراليون ل 657 شخص مشاركين ببرنامج طهي صحي وهالشي كان بين عامي 2016 و2018 ببداية الملاحظة كانت ثلثي المتطوعين عم يعانوا من زيادة الوزن وكانت مدة البرنامج سبع أسبوع بنهاية البرنامج أكد الباحثون وجود تحسينات كبيرة بصحة المشاركين العامة وصحتهم العقلية وحيويتهم الذاتية واستمرها الرفاه الجسدي والعقلي بالمتوسط لمدة ستة أشهر وهالشي بيأكد وجود صلة بين استقاف الطبق وفوائده للصحة العقلية وهذا النوع من العلاج النفسي يعتبر طريقة جديدة عم تستخدمها بعض العيادات الخاصة بالرعاية الصحية لعلاج مجموعات من نوعا من الأشخاص وأثبتت هالتجربة كمان فعالية بعلاج اضطرابات الأكل والاكتئاب والإدمان والألاء يعني من بداية عرض أول حلقة من مسلسل مربع العز وجواهر عم تتصدر لترند وبكل موقف أو جملة أو حركة عم بتكون الأولى بالبحث على جوجل سوزان نجم الدين يلي أبهرت الجمهور والمتابعين بأداء له شخصية جواهر بمربع العز هالشي طبعا ماله جديد عليها من نهاية الرجل شجاع لخان الحرير وصولا لشوق ومربع العز إبداع وراء إبداع ومسيرة فنية كبيرة طبعا نحن ساعدين كتير بوجود نجمة سوزان نجم الدين معنا برمضان يبيجمعنا عبر الهاتف رمضان كريم عليك ويسعد مساكي رمضان كريم عليكم كل عام أنتوا بألف خير ويسعد مساكي ومسعد جمهور الغال وأنت بألف خير سهلا وسهلا فيك نجمتنا القديرة النجمة الكبيرة سوزان نجم الدين يعني أنا مبسوط شخصيا أنه عم خاطب حضرتك مباشرة عبر الهاتف ونثمنا هيك يوم ما بتنورينا بالستيديو ولكن لما زميلتي رغض نشوية عم تسرد بعض من أعمالك عم قول أوف قديش نحن عنا ثروة متجسدة بسوزان نجم الدين دون أي تملك أو مبالغة خبرين بالخطف خلفا نبلش من مربع العز ونرجع بعدين بالدرداشة لوراء كيف الأصدار عم تشوفيها بمربع العز بداية؟ واللهي بشكر رب العالمين الأصداء كتير كتير حلوة ورائعة أكتر من رائعة في تفاعل كبير من الجمهور رغم أنه يعني الشخصية شريرة ولكن في كتير ناس متعاطفة معها حاسب الظلم يتبعها يعني لأ الرد الأصداء العظيمة بشكر كل الناس اللي يتابعوا اللي يكتبوا اللي ما كتبوا اللي عم بشوفوا اللي عم ببعتوا رسائل يعني الحمد لله الأصداء رائعة جداً رضياني يعني عن الأصداء وأنتي بتقييمك لعملك فنحنا منقول يعني جيد جداً صح؟ الحمد لله الحمد لله أنا ما حابب يحكي عن حاله الحمد لله نحنا بنحكي عن رجوع فعل الناس هو البورجينا وهذا النجاح والحمد لله يعني يمكن كان عندك موقف من أعمال البيئة الشامية والمشاركة فيها شو يلي هيك خليكي أنه تدفعك يمكن لخوط تجربة مربع العز وشو العناصر يلي اجتمعت بهذا المسلسل لحتى خلتك مشاركة فيه يعني أنت يمكن الواحد بيخاف من تجربة البيئة الشامية بالأخص أنه صار فيه كتير أعمال ولكن دور جواهر كان مميز خبرين أكتر تفاصيل عن هذا الدور والله أنا ما بخاف من شي إذا كان صح وبخاف من كل شي إذا في شي نوع شو ما كان بيئي شامي بوليسي كوميتي أي شي أنا بقول الممثل بينجح أنا بالنسبة لي إذا بحتي عن حالي أنا الحمد لله رب العالمين يعني بحس أنه عندي جوانب كتيرة للصماتلات الجوانب الكوميديية جوانب البوليسية جوانب قصة كتيرة يعني بس مشكلة مؤمن متخوفة من بيئة الشامية مثل أنت أنا لما نعرض عليه بيئة الشامية قبل كنت حس أنه في شي ناقص يعني أنت بتعرفي سيبت النجاح هي الثلاثية هي الإنتاج والأخراج والنصف فهذه الثلاثة لما بيكتملوا بتحسي خاصة مع العرض بالم دي سي كمان عرفت لاني لما بتكتمل هاي العناصر الأربعة خلينا نقول مو ثلاثة بتفوتي بقوة شو ما كان الدور شر خير طبعا لما بيكون في شي متكامل كله صح فتكتمل الدائرة ونوصل للجمهور بشكل صح صح أما لما بيكون في شي ناقص شو ما كان نوع لدراما هون بتخوف أنا يعني الورق هو اللي أقنعك الورق هو اللي أقنعك بشخصية جواهر لا شو عم بيحكي أنا قلت السلسية أوكي بس بداية من الورق كان الورق والمخرجة والإنتاج والعرض MBC طيب يعني بدي اسأل النجمة سوزان نجم الدين عن تقييمه أيضا للدراما إجمالا إن كان على الساحة العربية لأن حضرتك متواجدة بكل الدول العربية تقريبا وإن كان على الصعيد السوري كيف بتقيمي الموسم الرمضاني 2023 والله مستبع عظيم كان الحقيقة دراما سورية متفوقة هاي السنة ومتقدمة وبترفع الرأس كلها شو تابعتي أعمال مثلا شو لفتك للأسف مقدر تتابع نحن عم نصور لـ 22 الشهد يعني عثمنا 22 رمضان يعني خلصنا من يومين فحتى عملي مقدر تتابعه يعني كله كله عم تابع أجداء بس يعني فيه كتير أعمال ما شاء الله عظيمة يعني فيه بسوريا فيه بلبنان عمال فيه بمصر كمان فيه أعمال بس الدراما السورية متفوقة هاي السنة صحيح الحمد لله إنه رجعنا نقدر نتعافى عندك الجند عندك العربجي عندك الجن عندك فيه فيه أعمال فيه نهضة من السنة الماضية مقارنة مع السنة الحالية طبعا الحمد لله يعني فيه نجاحات متتالية يمكن عم نشوفها وبنت حضرتك أيضا دخلت مجال التمثيل كيف شفتها تمثليا هل شجعتها أم كان خيارها الشخصي أنه هي بدأت تفوت بهذا الدمين حكي لنا أكتنا عدد الجبطة هلأ أنا أولادي ما فيني جبران على الشي ولا شجعون أو ما شجعون هلأ هي سارة عم تدرسها طب بأميركا بجامعة بورتن ماشاء الله يعني هم جامعات العالم الحمد لله رب العالمين ولكن هي بتهوى جدا 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 التنفيل والتهوى الغناء وحابة إنها تخوض بهذا الدمين كهلواية فجربت هون وكان أحساسها كتير عالي والحمد لله طبعا بحاجة لعنى العربي يضبط شوي بس كونه بيقى شامية أنه العربي يشتغلت عليه أكتر بيقى مال تعنيف تضبط يعني لأنه عم تشتغل على لهجتها هلأ أكتر بس كأحساس ما شاء الله أنا راضي طبعا عندها من موهبة وكغناء أقدمت أغنية لسوريا هلأ كانت الأغنية جاهدة لحقيقة بس هلأ بتتعمل مشاريع الخاصة الغنائية يعني بالتراتب مع دراستها حسب وقتها ممتاز يعني عم نشهد ولادة نجمة جديدة كمان إن شاء الله تريبا جدا طيب نرجع هلأ للي حكينا بالمقدمة من أيام نهاية رجل شجاع لوصولا للأعمال الكوميدية اللي اشتغلتية لكمان الأعمال التراجيدية للأعمال اللي باللهجة اللغة العربية الفصحة دوما سوزان نجم الدين هي الكرت اللامع الدهبي اللي وين ما نحط بيلمع يعني بيأشرق العمل كله بإسمه اليوم في خوف على موضوع إنه أنا بدي خود تجربة جديدة بعد هالعمر الفني الطويل ولا لأ لسه نحنا عم نقدر نعطي أكتر وأكتر وأكيد نحنا عم نقدر بس أصدقى عم نقدر نعطي إنتاجيا طالما ذكرتي الإنتاج وأنصر أساسي أنا أبداً ما بخاف من أي شي جديد إذا كان صح بالعكس أنا كتير بحب المغامرات وبحب أني فوت بأشياء جديدة وعندي لسه جوانب كتيري ما طلعت وأنا بحس دايماً إنه لسه يعني دايماً بحس إنه أي عمل بشتغله بقول هذا أول عمل ما بعتمن على تاريخي أو على محبة الناس دايماً بعتبر إنه لابد أن أجتهد بهذا العمل وكأنه أول عمل لألي أما أني خاف ما بخاف إذا صح أي شي جديد أنا برحب فيه إذا كانت العناصر الأربعة اللي حكيت عنها موجودة تماماً يعني حضرتك قدمت كتير أدوار مميزة وكنت بمسلسلات كتير مهمة على هيك بالدراما السورية ولكن إلا ما يكون في شي دور قريب لقلبك فأنا حابة أسألك شو أكتر مسلسل حسيتي إنه بيشبه هيك الورق والنص والموسيقى والإنتاج وكل شي يعني أنا معروف عني أنا ما بفوت بعمل إذا إذا ماني مقتنعة ومآمنة ومصدقة ما بقدر لأنه أنا قلتها مئة مرة وبرجع بقول له هون وأنا ما بعرف مثل بعرف جسد ليش لأنه لازم آمن بالشي اللي عم قوله أما إني إطلع مثل أي شيء أي دور هيك ماني مقتنعة فيه ما بيضوت معي ما بيطلع معي طبعاً فإذا الجواب الكل وبتعلي أنا بحب كل أعمالي صدقاً تل أعمالي بحبه كتير كلهم كلهم ولكن طبعاً الأقرب لقلبي لحد الآن لستاتو نهاية رجال الشجاع هذا الدور بشبهني كتير بشبه سوزان الشخصية بشبه سوزان بتفاصيل كتير نبقى تافية سوا طيب نجمتنا شو عم تحضري لبعد العيد شو عم تجهزي قصاص وين بأي بلدان كمان والله أنا بتمنى أني يكمل بالدراما السورية نحن درامانا أولى فينا مثل ما بيقولوا أكيد بتمنى كتير ولكن حسب العروض العروض هي اللي بتقرر إذا وين بكون هل عندي عرض بيدبي وعندي عرض بمصر عم بدرسهم الحقيقة آآه سوزان يعني فعم بدرسهم لأشوف إذا تكون في يون ولا لا يعني ما ظل غير نتشكرا كتير على هذه المداخلة اللطيفة اللي أغنت فعلا حلقتنا لليوم نتمنى لك الألق الدائم المستمر وصحه المتواصلة شكرا كتير نجمتنا شكرا كتير شكرا للك وشكرا لو كل كلمين على الدائمة السورية هاي السنة بيبارك لهم واحد وواحد وواحدة لكل الأعمال كلهم تفوق على نفسه فخورة بالدراما السورية هاي السنة وإن شاء الله دائما 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 نحنا نتفوق ونكون بالرياضة ونكون بأحسن حالاتنا فنيا إلا أنه بس نكون بأحسن حالاتنا فنيا حيكون مجتمعنا بأحسن حالة إن شاء الله أمين يا رب شكرا كتير لإلك يعني على هالمداخلة الحلوة نتمنى نصدفك بالستوديو بالمرات القادمة وكل عام وأنتي بألف ألف خير يا رب شكرا جديلا جميل جدا أنه نتطمن على نجومنا الكبار بأسماؤن وهيك الفترة والتانية يعني كان معنا القديرة منواصف كان معنا هلأ النجمة سوزان نجم الدين وأيضا النجوم التانيين حينوروا بأصواتهم حلقاتنا أو حتى بوجودهم معنا بالإضافة لتمضاية الوقت على المسلسلات بشهر رمضان المبارك صار في عادة جديدة كمان بيقضي فيها الشخص ساعات وساعات هي متابعة الفيديوهات القصيرة أو اللي منسميهم على يوتيوب شورتز أو منسميهم على إنستغرام ريلز أو حتى متواجدين وينما كان بأي موقع تواصل اجتماعي خاصة تيك توك أصلا انطلقوا من تيك توك كيف بتقضوا مثلا هالموضوع هذا اللي بدي اسأله لرغد بتقضي مواضيع أو بتحسي أنه في مواضيع بتجزبك أكتر بالشورتز والريلز بتحسي وقتك تضاع بالأخير بصراحة هو في مقولة تقول أول ريل ليس الأخير فأنت بس تبلش هذه قاعدة صارت فتروح معك القصة يعني دراسات كثيرا عملت عن هالظاهرة والباحثين بدأوا يحذروا منا ومن قدرتها على التسبب بالإزمان وقضاء ساعات طويلة على المواصلات شو اسموه؟ وسائل تواصل الاجتماعي يعني كيف رح تكون هاي القصص رح نعرف سواء بهالتقرير بعض الأشخاص بتعتقد أنه مقطع الفيديو الواحد ما بتتعدم مدته الدقيقة الوحدة ولكن بيتهي الأمر بمكوثنا ساعات بها الحالة بدون ما نشعر ولجانب إهدار الوقت الشديد اللي بتسبب مقاطع الفيديو الأصيرة فالأفراض بمشاهدته بأثر سلبا على الصحة العقلية والنفسية للأطفال والبالغين دائما ولكن دائما بيصعوا وراء المتعة السريعة فأشار الدراسة بشكل عام يمكن أنه تلحق الضرر بقدرة الشباب على تقدير الأشياء اللي بتحقيق شعور الإشباع وهذا الشي بيصير بسبب متابعة الفيديوهات القصيرة وبتعطي دفعة من هرمون الدوبابين اللي بتطلقه مراكز لمتعة بالدماغ وبتعزز الشعور بالرضا وغالبا ما بتسبب هالدفعة برغبتنا بفعل المزيد من المشاهدة ووجد الدراسة أن مشاهدة المقاطع المختارة والمنسقة خصيصا للأشخاص بواسطة الخوارزميات بتنشط مراكز المكافأة بالدماغ بصورة أكبر من مشاهدة مقاطع الفيديو بالإضافة لأفلام ما بتحتمل المشاهدة للإشارة لتأثير الأفراد بمشاهدة المقاطع القصيرة أطلق الباحثين مصطلح الإدراك البشري والأداء العقل العام حتى أصبحت الأفلام غير منطعة للأطفال وصاروا بيعتبروها بطيئة ومملة بشكل لا يطاق أبدا وأكد الدراسة أنه ازدياد الشعور بالملل عند الأطفال والمراهقين بيرتبط بزيادة التعرض للتكنولوجيا يلي بيأدي لاحقا للإدمان الرقمي ومن أبرز المخاطر يلي بتعيق المراهقين والأطفال هو بأنه انتباه هون بيتقلص والانغماس بكمل فيديوهاتي لمال نهاية بيأدي لمشاكل بالانتباه والتركيز والذاكرة قصيرة المدى وبالتالي بتأثر على مهارات القراءة يلي بتضعف بشكل ملحوظ خاصة عند الأطفال وتحديداً يلي بيستخدموا المنصات يلي ما بتحتوي على أي محتوى مكتوب ولكن إحنا بنقدر نحسن قدرة على الانتباه من خلال تقليل المشتدات ومنتجنب أي شيء بيأثر على التركيز من خلال القيام بمهمة معينة مثل الجلوس بالمكتب وأخلاق الإشعارات الموبايل والابتعاد عن أي مشتدات أخرى مع الممارسة بتصير طريقة فعالة لزيادة مدى الانتباه بالإضافة لتجنب تعدد المهام فالتركيز على مهمة واحدة بيضمان أنه تضل جميع القوى العقلية منصبة على شيء واحد فقط بدل من التركيز على العديد من المهام إلي بتشتت الانتباه وهذا الشي بيساعد على تحسين الانتباه وبدقة وأخيراً الرياضة الرياضة حل مثالي لأغلب المشاكل لأنها مو بس بتحسن الصحة الجسدية والنفسية وكمان بتأثر إيجابياً على الأداء المعرفة والصحة العقلية وبتساعد على تنمية مهارات ضبط النفس يساعد مساكن عن جديد بيتاني فقراتنا لليوم رح نحكي عن امتلاك شخصية قوية ومحبوبة يلي إلى تأثير على المحيط يمكن رح يكون هدف موجود عند معظم الناس فأكيد ما في شخص بيحب يكون منبوذ أو مكروه بالعكس الكل بيرغب بامتلاك الكاريزمة يلي بتساعده على الحصول على محبة الآخرين وعلى الاتنشن وعلى كتير قصص بحياتهم تماماً أمذكريني ببعض العالم هاي بكلمة الاتنشن إنه بحبوا يفوتوا من أول ما يفوتوا هيك بلنك بلنك حواليهن تماماً ويكون هيك بيحبوا مثلاً كاميرات عم تتسلط عليهم إذا بدون يشربوا كاست المي بيشربوها بطريقة لافتة للنظر هلأ هذا الموضوع جيد إلى حد ما ولكن في ناس فعلاً الله عطاها الكاريزمة بدون ما تعمل أي شيء بمجرد وجودها جنب الناس وهي ساكتة تخطف الأضواء في ناس لأ الكاريزمة تبعهم مرتبطة مو بس بالشكل بالأفعال والأقوال فشو يعني كاريزمة؟ من وين منقدر نجيبها؟ بشو منعتازها بحياتنا؟ ضروري لنكون قادلة لنكون عنا كاريزمة أو لأننا طلاب جامعة ولازم يكون عنا كاريزمة ضيفتنا الدكتورة نور الحسن دكتورة بعلم النفس حتجاوبنا عن كل هذه التساؤلات أهلا وسهلا فيك رمضان كريم رمضان كريم أهلا وسهلا بيحضرتك أهلا وسهلا فيكم يعني خلينا نحكي بالبداية عن الشخص الكاريزماتيك أو الحدا اللي عنده كاريزمة هل هي مكتسبة أو هي بتجي بالفطرة مع الإنسان؟ وشو يعني كاريزمة بشكل عام؟ يعني حدا عنده صفات معينة بتخليه كاريزماتيك شو هنا هاي الصفات؟ نعم بنحكي عن كاريزمة كاريزمة هي كلمة يونانية الأصل بترجع على معنى الهبة أو الإلهية العطاء الهدية اللي هي بيكون شخص فعلا قادر أنه يؤثر بالأشخاص الآخرين بمختلف الطرق بمجرد أنه هو ساكد أو بمجرد أنه عم يتصرف تصرفاته أو يتبع سلوكيات معينة ارتبطت الكاريزمة تم ترجمتها بأنه هي الشخصية جذابة الشخصية المندمجة بالمجتمع لكن ككاريزمة بمختلف اللغات هاي ترجمة في كتير مصطلحات غير الكاريزمة فلهيك تبعوا كلمة كاريزمة لأنه هي مصطلح أوسع لأنه هي بتعطي معنى الهبة بتعطي معنى الشمول أكتر لموضوع الشخصية الجذابة القادرة أنها تلفط مظر وتأثر بالآخرين بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة ارتبطت بموضوع السلطة بفترة من الفترات من خلال ماكس فيبر اللي أعتبر بأنه السلطة هي ثلاث أنواع هي سلطة تقليدية وسلطة الأخلاق القانونية والسلطة الكاريزماتية اللي بتنبع أو بتاخد وجوده من إيمان الأشخاص الآخرين بوجود هذا الشخص فأديش صارت الكاريزمة بتأثر بوجود السلطة بالمناصب وبالتالي وجود أي شخص بأي مكان إله إيمة بيعتبر أنه هو شخص مؤثر بالأشخاص الآخرين شخص قادر أنه يلفط الأشخاص الآخرين ويجذبهم ولو بيسكوتوا بيطلطوا بنظرتوا بلغة الجسد اللي هو عم يعطيها تمام يعني هلأ بلاشت تعطينا العناصر لحتى نمتلك الكاريزمة همتفصل فيهم وحدة بعد وحدة ولكن هي هبة من الله خلص هذا الإنسان مخلوق معه كاريزمة بيشتغل شوي فبتبرز الكاريزمة تبعه وشخص تاني الله ما عطى هاي الهبة شو ما عمل آسف من هالكلمة بيضل الغليز بيضل ملي خرش سكوت لا تحكي أنه أنت يلا تعكرت الجلسة لأنه أجا فلان تمام للحقيقة أنه فعلا هي بيجي شي من الجينات وبيجي شي من البيئة المكتسب اللي بيكتسب منها الشخص كل هذه الصفات مثل الصوت الحلو اللي عنده خامط صوت جميلة إذا بيدربه بيقدر يتجوهر بتصير أحلى وأحلى بتصير أحلى وأحلى أما الشخص اللي أصلا ما عنده هيدا الخامط فقد ما اشتغل على صوته وما بيقدر يحمل هذا الشي وحسب الدراسات تتبين أن الأطفال حتى من عمر الأربع شهور نتيجة تفاعلا مع البالغين نتيجة تفاعلا مع أشخاص آخرين بيقدر يبين أنه هو كطفل ممكن يكون عنده مستقبل بكشخصية منفتحة منبسطة قادر على جذب الآخرين وبالتالي عنده مستقبل ليكون شخصية كاريزماتية أكتر من طفل آخر فهي ظهرت أنه هي موبسية عبارة عن شي جيني وأنه هو أيضا شي مكتسب بتلعب البيئة يعني يدرب الشخص اللي يصير عنده كاريزمة بتدريب أن يكون عنده كاريزمة بس أنه الأكتر لما بيكون في عنا الأرضية موجودة البزرة موجودة فمنقدر نأنتج أشخاص عندهم كاريزمة قادرين على الإنتاج قادرين على الظهور بشكل واضح ويكونوا قادر مجتمعيين بشكل جيد أكتر من أشخاص تانية يعني حكيتي أشياء جوهرية ولكن في عالم من دون ما تحكي ولا كلمة في حد يمكن على السوشيال ميديا اسمه خابيلام بيعمل بس هيل حركة بإيدي قدر يعمل شهرة واسعة مستر بين مثلا كمان قدر يعمل شهرة كتير كبيرة على كل يعني وسائل تواصل اجتماعي بكل العالم وبكل أفلامه وما حكي أولا كلمة هل في صفات عامة للشخص الكاريزماتيك مثلا يعني ضروري يكون هو شاطر بالحكي ضروري يكون يعني شو هي صفاته العامة يلي بتخليه جذاب للأشخاص الآخرين لهي الدرجة لحتى يكون هو كتير كاريزماتيك وكتير شخص مؤثر وكتير شخص جذاب بالبداية حكينا أنه هو كشخص ممكن يأثر بالأشخاص الآخرين بدون ما يحكي مجرد الابتسامة اللطيفة وتوزيع الابتسامات من الدخول هو بيأثر بالأشخاص الآخرين بيعطي طاقة إيجابية نقطة تانية غير الابتسامة هي ثقة بالنفس يلي بتظهر من خلال التأدير للأشخاص الآخرين من خلال تفكير إيجابي من خلال ثقةه بمعلوماته وممتلكه بالمهارات وخبرات ومعرفة بيقدر يعطيها للأشخاص الآخرين في كتير أشخاص بمكان عام هنهم بيكونوا عندهم كاريزما بيوجهوا نظرهم بيوجهوا وسعة النظر تبعون مو لمكان واسع أو للكل وأنا ما بيوجهوها نحو أشخاص معينين اللي يقدر يأثر بهدون الأشخاص وبالتالي هدون الأشخاص بيقدروا ينشروا تأثيروا على الأشخاص الآخرين تعبير عن المشاعر وكتير صعب من الأشخاص نحنا كمجتمع ما تربينا أنه نحنا نعبر عن مشاعرنا إن كان مشاعر حب إن كان مشاعر حزن أو حتى السعادة فطريقة التعبير عن الانفعالات والمشاعر بتلعب دور كتير كبير من التعاطف والاحتواء للأشخاص الآخرين العفوية يعني العفوية مية بالمية والتعاطف مو بس أنه نحنا نكون عفويين بحركاتنا وإنما نحنا نتعاطف يعني أنا لما بقول الابتسامة كتير مهمة بس أكيد ما ضروري ما صح أني ابتسم بوقت أو بموقف فيه حزن بموقف فيه تعب بموقف فيه فقدان لذلك أنا بقول العفوية المضبوطة المضبوطة أو التعاطف الصحيحي اللي هو بترجع حسب الموقف دراك الشخص للموقف يعني أنت كيف بتدرك الموقف أنا بدي كون بعينك أنت تأخذ عيني تشوف فيها وأنا أخذ عينك شوف كيف أنت عم تشوف الموقف هيدا الطريقة بتكون أنك أنت قادر فعلا تكون قريب من هيدون الأشخاص تقدر تكون قائد بكل معنى الكلمة وتقدر تأثر فيهم بطريقة إيجابية أكثر ما أنك تكون مجرد مدير أو مجرد شخص عم يطلق كلام ويطلق مصطلح مصطلحات تريد أنه لا يظهر وجوده أو يثبت وجوده فمجرد نحن هيدا التعاطف هيدا التعاطف هيدا العفوية التعبير عن مشاعرنا بطريقة صحيحة الثقة بالنفس والتفكير الإيجابي بالإضافة للحماس والإندفاعية بأوقات معينة كمان اندفاعية بكل الأوقات هي شيء ما أنه مظبوط ما أنه صحيح أو ما هو مفروض يكون عرفان تماما نحن شو عم نشتغل يكون عنده هدف واضح لهيك ربطوا الكريزما بوقت من الأوقات بالسلطة والقيادة والسياسة والحكم بأي مكان من الأشخاص لأنه هو كشخص رح يكون مؤثر بالمجتمع المحيط فيه تماما يعني ماكس فيبر مثل ما قلتي قال إنه القائد اللي عنده كريزما هذا بياخد يمكن قلوب الناس شعبية وبياخد شعبية وبياخد مصداقية أكثر ما يكون القانون هو اللي وصله أو مثلا التشريعات هي اللي وصلته فما بالك إذا تشريعات وقانون وكريزما وصلتك لتصير مدير مؤسسة مثلا تشوف الإنجاز والإبداع هون بيطلع سؤالي إنه مين اللي لازم يتأكد من حصوله على الكريزما ويتدرب عليها هل هو أي إنسان فينا ولا لا الإنسان المسؤول اللي هو رئيس قسم اللي هو مثلا مدير شركة أو ممثل لجهة معينة أي شخص فينا بيقدر يكون هو هذا الشخص الكريزماتي اللي عنده تأثير على المجتمع ممكن تكون الجارة اللي هي مجرد وجودة بمجتمع محيطة بالحي هي إلى كريزما بتلاقي الكل بيلجألة تلاقي الكل إنه بيحكي معها تلاقي إنه الكل بتعرف أخبار الحي معاشرة الكل عرفانا كل الأشخاص شو عندهم من مبدأ التعاطف ومن مبدأ أنه هي موجودة بهذا المكان والكل اللي بيلجألة فالكريزما صح ارتبطت بفترة من السلطة والسياسة لكن هي موجودة عند أي شخص وبتقدر تكون موجودة عند أي شخص بس قداش نحن نحن لازم نشتغل على هذه الكريزما لتصير متبلورة أكتر في عندها جوهرية أكتر عندها طريقة فعالة أكتر بالمجتمع المحيط لهيك نحن الكريزما لما بنشتغل عليها أي شخص بيقدر من خلال اختبارات يسأل حاله أسئلة هل هو اللي يعرف هل هو أنا فعلا عندي هذه الكريزما أو لا هل أنا فعلا شخص بساعد الآخر لمجرد أنه أنا بدي ساعده أو لحب الظهور هل أنا شخص عندي قدرة على التعاطف مع الآخرين هل أنا بقدر عبر عن انفعالاتي بوقت صح وبطريقة صحيحة كل هذه القصص هل أنا بقدر أتحمل مسؤولية الأعمال اللي أنا موجودة عندي أو الكمية التاسكات والمهمات اللي موجودة واللي أنا عم بتراجع فيها هل طريق التفكيري عم بتكون إيجابية ولا دائما بحاول لقي الشي السلبي من الشي الإيجابي بدل ما تكون العكس لما نحنا منجاوب عن هيدا الأسئلة منلاقي إنه نحنا فعلا هل أنا مبتسم دائما أو قادر إن نكون بهيدا الطلة الموجودة أجذب الشخص الآخر أم لا أنا عم كون بطريق مناقض بمجرد جاوبنا على هيدا الأسئلة وشفنا إنه نحنا علاماتنا عالية بهذا الموضوع بيكون عنا كاريزما بشكل واضح لشخصية كاريزماتية مؤثرة بالمجتمع ما بعرف إذا بتتفقوا معي بس في أخطاء بيوقع فيها المشاهير هي فخ عمليا بالكاريزما تبعهم إنه بعد ما ينشهروا ويوصلوا لمحل معين فجأة العالم تنفر منهم من تصرفاتهم من حياتهم الشخصية من قصاص بيسمعوا عنهم إنه عملوا كذا وعملوا كذا مثلا تصرفات إن بوبليك بتكون منفرة بالنسبة للآخرين هاي القصاص يمكن هي فخ بيوقع فيها الشخص الزكي أحيانا أو بيقولوا عنها غلطة الشاطر وأكترون المشاهير يلي نحنا دائما نشوف في تحور بشخصية الشخص المشهور فجأة كل العالم بتحبه بتدعمه فجأة بيعملوا له أنفوله بصيروا بس يشوفوا إنه في شي مو صح في شي سلبي نفروا منه تماما شو هو الأخطاء يلي بيوقع فيها الإنسان ممكن يدمر فيها الكريزمة تبعه أمام الآخرين خلينا نحكي عنهم أكتر أكيد نحنا الإنسان خطاء بكل الحالات ما في أحده كامل لكن نحنا الشخص اللي هو فعلا عنده الكريزمة لحاله بيقدر يحافظ عليها بدون ما يسعى إنه يكون وهيدا الأرضية والبزرة اللي كنا لما منوصل نحنا لمرحلة إنه الفئة الشعبية أو الطبقة معينة أو الناس صارت بتوسق فينا واصلة لمرحلة إنه هي خلاص نحنا مؤسرين فيها بتوصل لهيدا المرحلة بيوصلوا لمرحلة الغرور مجرد نحنا وصلنا للغرور فنحنا بلشنا نوقع بالغلط لهيكي كتير مهم منفرق بين الثقة بالنفس وحبنا لذاتنا عن غرورنا وأنانيتنا اللي صارت هي مصلحتي فوق مصلحة الأشخاص الآخرين أو صار أنا بدي أعمل أي شيء لألفط نظر لألفط نظر الأشخاص الآخرين ومجرد أنا وصلت لهيدا المرحلة أنا بلشت وقع بالغلط عدم الغرور تكلم بالأنا أنا 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 تكرار الأنا هون كمان بيلعب دور بشكل سلبي خلي الناس هي تقول أنت عم تعمل شيء كتير حلو أنت ابتسامتك لطيفة أنت شخص مريح أنت شخص فعلا جذب أكثر ما أنا أقول عن حالي أنه أنا كذا أنا هيك أنا هيك أنا هيك هون بنحافظ نحن على المساحة الشخصية تبعنا التي تستطيع تحمي حالك وبنفس الوقت تعطي الشخص الآخر بطريقة صحيحة خطر لي كلمة أنت وعم تحكي ردا على رغد في شخص من يومين عم قل له أمر روح لعند فلان وفلان روح لحالك ما بدي روح ليش قام جوابني جواب صادم قل لي الجلسة اللي ما بكون فيا أنا الليدر اللي ما بكون فيا أنا النجم ما بروح عليها قديش مزعج هذا الكلام وقديش حقه يحكي ما بعرف وين الصح وين الغلاط ده هو شخصية نرجسية نوعا ما أنه بحب الصهور وبيحب الأضواء موجهة لإله لأنه لما نقعد بجمعة أوقات مجرد وجود شخص بابتسام تبجوز يسكوت كل قاعدة طيب ضروري كل جمعة نحنا نكون فيا النجوم والطاغين هون الكريزما اللي هي موجودة بشكل صحيح وهو الشخص الاجتماعي والشخص المتوازن بأنه نحنا نعرف إمتى نكون الليدر وإمتى نحنا نكون مو الليدر الليدر دائما بيسمع وهيد تصفة كتير مهمة ثقافة الاستماع بيسمع للآخر ما بيقطش الحديث هون فكرة كتير منيحة فهي مجرد أنك قاعد عم تسمع ما عم تحكي كل الوقت فهون أنت الليدر إذا بننفها ما بشكل صحيح أما وجودنا دائما بمجتمعات أنه أنا لازم كون مبينة وظاهرة وعم بحكي والكل عم يسمعني وهون مشكلة صارت مشارطة عم بحكي بس أنه الكل عم يدللني الكل يستجديري ضايق يعني محور الكون تماما هون محور الكون هون بلشنا نفوت بشي غلط بشخصيتنا لازم ننتبه عليه وهو قليل أنه يعترف الشخص اللي عنده هيدا القصة بهذا الموضوع فمجرد اعترافه بهيدا القصة بخلينا نحاول نساعد أنه لأ في أشخاص تانين أنت بمجال معين في أشخاص تانية ممكن يكونوا هنن ليدر بمكان تاني نتعلم منهن لنقدر نكون مع بعض بنفس السوية يعني التواضع هو المفتاح متل ما عم تحكي بس في ناس خلينا نقول يمكن ما بتصدق هاد الكلام وبتحب هيك تسوق فيها وبتحب دائما تكون محور الكون خلينا نحكي عن استغلال الكريزمة يعني في كتير ناس بتكون ذكية عند زكاء اجتماعي كتير عالي بتستغل الكريزمة لحتى توصل لأماكن كتير كبيرة بتستغل الكريزمة لحتى تحصل على الوظيفة اللي بد إياها المكان اللي بد إياها كيف أنا بقدر استغل هاي الصفات لصالحي الشخصي بزكاء طبعا وبتوازن تمام لما منقول زكاء اجتماعي زكاء انفعالي التوازن بهذا الموضوع هو شي كتير إيجابي وكتير منيح أنه نعرف خلينا نقول مو نستغل نستفيد من فكرة الكريزمة يلي عنا والزكاء يلي عنا بطريقة مفيدة بالمجتمع وبطريقة أنا لما فعلا بكون بهذا المكان فأنا رح أعطي طاقة إيجابية رح أعطي شي مفيد للمجتمع ومو بس لا يكون لإلي فهذا ما أسمو استغلال عقد ما هو بيكون زكاء اجتماعي مثل ما حكينا بطريقة أنا ما عم بأزل آخر مرة تانية منأكد علي وهو شي منيح بأنه نحنا نستغل نستفيد من هذه الكريزمة اللي موجودة عنا لنوصل للشي بدون ما نقزي طرف آخر أو نقزي 15 ثانية الكريزمة بتسبب الغيرة من الناس للشخص اللي معه كريزمة أنت دكتورة بعلم النفس من ملاحظاتك أي الأشخاص اللي عندهم كريزمة كثير من الأشخاص التانيين بغاروا من الشخص اللي عنده كريزمة لأنه باللاشعور هو نجم هو شي عم بيضوي والعالم عم عم تجتمع حوالي لتسمع منه بيكون في كثير يعاني أوقات من غيرة الأشخاص بس قدما هو يكون مريح ويعبر عن مشاعر صح بيقدر يحتوي الأشخاص التانيين فبالتالي بيقدر يحلي الصف لذلك بعض الأشخاص اللي عندهم كريزمة يدعون التواضع كرمال ما يسببوا غيرة الناس منهم بدنا حلقات لنحكي عن هالموضوع رمضان كريم يسعد أوقاتك رمضان كريم عليكم شكرا لكم شكرا كتير لألك سعد أوقاتك يعني على امتداد الأرض السورية أكيد رح منصادف العديد من الأبنية المتميزة بمعمارة وأسلوب تصميمها وما في محافظة بتخلى من هالشي يعني كل المحافظات السورية يورد فيها أبنية نحنا كلها نحبها ومنتذكرها وهيكا مروح متصور جنبا تماما أنت مهندسة معمارية فبتعرف تاريخ عمارة عريق ببلدنا الحبيبة سوريا اليوم تقريرنا من محافظة حمالة نتعرف فيها على آية معمارية بديعة بعود تاريخها للقرن الرابع الهجري تسمت فيها تفاصيل الحجارة البيضاء الأديمة مع الأسلوب المعماري المميز يلي اتخذ بشكل مستطيل جامع الحسنين بمحافظة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معظمنا مجرد ما يفكر بشي مميز وبعيد عن التقليدي والمكرر بيكون خيار المشغولات اليدوية هو الأنسب وهالشي طبعا لأنه كل قطعة بيكون لإله خصوصية وبتاخد من شخصية وروح يلي بيصنعها لهيك حبينا نخصص فقرة الهند ميد لليوم لنحكي عن طرق بسيطة ممكن اتباعها بصناعة شموع وتنسيقها بأساليب مبتكرة كل هالأمور رح نعرفها مع ضيفنا بالاستوديو فادي فريح وهو فنان بتشكيل الشموع أهلا وسهلا بحضرتك رمضان كريم أهلا أهلا فادي ياهلا أهلا وسهلا فيكم موسم أعياد مباركة يا رب ما رح بلش معاك كيف منصنع الشمع خلينا نحكي شو بيضيف الشمع بالبيوت إن كان كديكور أو كسكينة نفسية تمام أهلا أن الشمع المعطر هي تقوم بحضرتك فإن حاجة للحضر فنشغل الشمع بريهة اللفندر يعطينا استرخاء يعني هلأ هنين يعني تعطي طاقة إيجابية للبيت نوعا ما وغير إنه هي ديكور يعني منظرة جميلة تمام تمام مثل ما هلأ عم نشوف يعني حبلش بالقطع الموجودة التي على الطاولة أي قطعة لفتات نظرك أكتر شيء أنا بحب هدول القصص اللي فيهن وراء الدهب الأسود أحب الأكلاسيك هؤلاء الأسود اللي موجودين جميعهم هؤلاء أكتر القصص اللي هيك لفتت وانتباهي أنت قداش بيأخذوا معك وقت هؤلاء خلينا نقول إذا بدك تشتغلهم بالبيت مثلا أو بدك تعملهم بيأخذوا كثير وقت ولا مثلا لا يلا بقرر بدي أعمل قصة بعمل الست وبحط الأفكار وبيمشي لحال فورا لا أكيد لا يمشي لحال فورا يعني هي بدأ الواحد يكون عنده أفكار وكيف يطبقها وكذا هناك إطاعة حياتا بتأخذ وقت قصير مثلا يومين في إطاعة بتأخذ أسبوع شغل حسب إليش فيها هي خامات من ضافة للشماء أو هي فقط شماء أو من نضفلة مثلا مثل وراء الدهاب أو هديك اللي شايفين قدامنا القسم التحتاني هو حجر قسم الفواني هو الشماء فتشكيل الحجر يأخذ وقت طويل لحتى بعدين نزل فوق الشماء وأكيد وراء الدهاب يأخذ وقت يعني كمان تلزيقه لينشاف تعامل معه كثير حساس صحيح سنسيتم يعني أنا كانت بدي إيدي طول شي شمعة إذا بقدير هيك بس لحتى تشوف إنه من تحت هاي مالة من تحت هجر هديك اللي اللي فيه منها بيضة فيه منها سهولة هلأ هلأ من شوف بس طب مثل هيك شمعة مظبوط كما تتهمون أنتم أنتم بس عندكم قالب بتدوبوا البرافينات بتصبوه فيها طلعت الشمعة هلأ هو حقيقة إذا بنا نحكي نظريا فهو هيك أما عمليا بدك تضيف مواد للشمعة لحتى تطلع معك بطريقة بروفيشونال خلينا نقول لحتى تطلع أساوتا منيحة لحتى ما تطلع بتسيخ مثلا إذا تعرضت لشوي حرارة هدول الشمعات بينشر ولا يتشعلوا ولا ينشروا لديكور كنت عم قلت له لفادي تحت الهواء قلت له مثل الموجودين قدامه يعني هذول الكوب كيكس ولا هذا التمثال الموجود الرئيس تخيل أنا أشتريها أو جيبة وضوية ودوب قدامي يدوب مع قلبي حقيقة في عالم تأخذ أشياء للديكور فقط لتصمدة وفي عالم تحب المثال مثل الموجودين بالتجار هنا عنا يأخذوهم فقط لهدف أنه يعطروا المكان روايح طيبة لماذا نرى بإيدك هذا التمثال الرئيس هذا الإسكندر هذا ديفيد آه ديفيد أهلين ديفيد كيف عاملوا هذا؟ حقيقة هذا قالب أنا أعدل قالب بعد ما يطلع من قالب أشياء يعني لحتى تطلعها هي كأنه تمثال من حجر تشتغل حفر مناها بأدوات معينة على الشماء نعم تماما هل هي منا أدوات خاصة يعني أنا بستخدم أشياء للبيت حقيقة لأنه هي هندميد وأنا بشتغل بالبيت كل شيء طيب والنجمة اللي على اليمين هاي بتجي 3D تقريباً كمان هاي آلب ولا أنت شغل بإيدك كثير بدأ شغل هاي شكل هندسي صعب معقد تمام هاي آلب ومصمم 3D هو بالأساس بعدين معمول علي آلب وبعدين أنا صابب بالآلب فعملياً أنا عامل الآلب بالأساس يعني عامل شكل صابب عليه آلب وبعدين أنا بصب الشماء بهذا الآلب تمام طيب الكبكيكس هاي كمان فيهم كتير ديتيلز شنون طلعت الفكرة بالبداية شفناها على إنستاجرام كتير بصراحة بس كيف عم نطبقها على أرض الواقع هون عنا هلا هاي هاي هنه النوع جديد للشمع بالعالم اسمه البايكيري كاندل هادا بينخبز خبز بالبروستس تبع تصنيعه طبعاً هادا ما فيه أي شيء آلب يعني هادا كله تشكيل يدوي هم مثل عجينة كآنت مثلاً هي شمع بس بينضاف له مواد معينة وبتنخبز خبز تمام وكيف تستخدم مثل الشمع العادي مثل أي شمع عادية بس الفرق بين هاي الشمع وشمع الثانيين إنه هو دوابانة أسرع بدوبة بسرعة يعني ما بتترك أثر تحت وبتجائجة الدنيا وبتضحان 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 لأننا نتلبت بهذه القصص يمكن بالبيت تمام هلا نحنا أي شمعة نحنا المفروض نحط تحت شيء تحسباً لحتى إنه إذا ساحت لتحت يعني طيب فيني كمان ند إيدي شوف هدول القصص أنا إيدي لازم ما تنمد لأنه إيدي بتنمد على الشغلات الحلوة كتير هاي شو هاي؟ هاي شمعة معطرة بريحة الليلك أوكي ومنشغلها وهي بالجار طبعا مطلعة وهي بيقول في شمع ما بيدوب عن جد هايك عم مشوف على الإنستغرام عم يكتبوه الشمعة التي لا تزوب أو بتضل مثلاً ستين يوم هاي بتدوب بترجع بتبرد بتتصلها بترجع من دوبة مرة تانية خلا للأسف إنه هذا الشمع اللي ما بيدوب هو سام بيطلق أبخرة سامة لما بيشتغل فنحن منحاول نتحاشى هذا الشيء بشغل يعني نحاول ما نقرب على هاي الأشياء طيب خلينا نحكي كيف عم بتضيف العطور للشموع يعني كيف عم بتتخلي ريحة طيبة مثلاً كيف منضيف الزيت مثلاً مع المواد هاي إذا حدا بالبيت حابب بيعمل هاي الأفكار خلينا نشرح لهم أكتر هلا هي الزيوت اختيار نوعية الزيوت العطرية الموجودة بالشمع هي الحالة قصة صراحة يعني دلواحد كثير يبحث لشي ياخد جودة عالية لحتى فعلاً تكون هي الشمعة فعالة تطلق الروايح بالمكان الذي مشغل فيه فنحنا أنا بضيف العطور حية وبيضف له مواد بتتثبته بالشمع حلو طيب وهذا قلب الكاك الصغير نشوفه على الكاميرا أكيد هذا عاملوا أنا بطريقة الرد فلفت محشي كريمة طبعاً هذا كله شمع ما فيه أي شيء غير الشمع لا يريد أن تتاكل نعم نحن نوصيهم وما تضعوا نجم تاخدكم بالبيت تقوموا صايمين مثلاً تفيقوا بعد ما تناموا بعد صلاة الصباح تشوفوها بالغلط ألي بس السؤال يعني ما المواد المستخدمة هلا هو شمع مئة بالمئة منضف له ومواد لتنفخ هذا الشيء بشان يخبز مثل كأنه نعمل عجينة طبع أي شيء طبع المعجنات تماماً أوكي ومنضف له هاي المادة اللي بتنفخها وبتساويها على فكرة يعني أنا لما أقول شو المواد المستخدمة وبجاوبني فادي إنه المواد المستخدمة هي بسيطة كلاسيكية بمتناول أيدي هذا لا ينفي إنه هاي القطع الموجودة يقم بالفن لأنه التفصيل الصغير هو اللي بيميز شخص عن آخر يعني المواد موجودة بالسوق كلكم بتروحوا بتجيبوا أوالب الشمع ويلا عملوا مثل هالمنتجات ولكن فعلاً الفن إنه أنا طلع نفسي طلع أدواتي البسيطة شغلات كتير ممكن كل ست بيت عم تتابعنا حابة تدور على مشروع شو ممكن أنا أشتغل وبيع ممكن نكون شيء دخل إضافي لكل ست بيت خلينا نحكي هيك بما أنه جبنا سيرة سبت البيت والبيت قداش في هيك زوايا منحب نحط فيها ونشمع نحنا نحن بيعطي راحة وسكينة ومنظر حلو بالبيت كيف نعمل كورنر بالبيت نحنا نحط فيها شموع شو هي أنواع الشموع اللي نحنا لازم نختارها لحتى نملي فيها هاي الزاوية وتكون هيك مع الديكوريشن حلوة والألوان وكذا عطينا هيك نصائح عامة أنا كوني دارس جرافيك ديزاين فشوية بتنسيق الألوان عندي فكرة منيحة فنحنا نحط نختار يا أما ألوان هارموني تمشي مع المكان يا أما ألوان تكسر اللون الموجود بالمئة تماما نحنا نحط زاوية ممكن نضيف مو بس شماية ممكن نحط مع ريش ممكن مع ورد مجفف مثلا عندي هاي الشغلة أنا بتطوف عوش الماء فنحنا إذا حطينا مثلا فاز عبينا ماء مع ورد مجفف حطينا هنا كمان بيعطوا شكل كبير هذا جاينا على الصيف نحنا جاينا على مواسم أعراس مثلا ممكن في دمشق القديمة أو بالمدن القديمة في البحرة أو عامل شلال أو منشوف بأعراس ومناسبات بحطوا على وش الماء فعلا شمعات بس إنهم بالنهاية ديلوا بالكم عليهم لأنهم مشغولين بحب وعناي يتسمع لك قلبة شغل طبعا لما بدأ نشغل يعني أنهم أشتغل وبعدين طفليهم بالمناسبات شكرا لوزودك معنا فادي ومتمنى لك توفيق بمهنتك اللي عم تعمله لو سهله شكرا للك يعطيك ألف عافية مرسي كتير لك يعني يمكن من أكتر الأشكال اللي بيتم استخدامه كمان بالأعمال اليدوية على اختلافه هي شكل قلب الحب يلي صحيح ما بيشبه القلب الحقيقي لكن بمجرد أنه نطلع فيه بيعطينا معاني الحب وهالمعنى ترسخ بعقول البشر على مدى مئات السنين كيف انتقل القلب من كونه مضخل الدم ومركز الحياة بجسم الإنسان لشكل رمزي بيعبر عن الحب رح نعرف الإجابة بالتقرير الجاية اعتبر الفلاسف اليونانيين والرومان أنه القلب له أهمية كبيرة فافترض أرسطب اليونان بالقرن الرابع قبل الميلاد أن القلب هو مصدر الحياة ومركز الجهاز العصب لكن تبين أنه الأمر ما بيتعلق بس بعلم التشريح ولكن بيتعلق أيضا بالمعتقدات الثقافية فخلال عصر النهضة اتخذ العلماء الأوروبيين خطوات كبيرة بفهم القلب وأنتج ليوناردو دافينشي رسوم تشبيحية مفصلة وبدأت نتائجه تنحرف عن يلي عرف ورص طيب بعد كل هالأهمية اللي عم يعطيها العلماء للقلب عبر التاريخ لسه الهلأ ما وضحنا كيف تحول القلب للرمز الحالي بعام 1344 ظهرت أول صورة معروفة لأيقونة القلب بشكلها المعروف حاليا بمخطوط عنوانها قصة أليكسندر فظهر المشهد بالصورة على الجانب الأيسر بيكون في مرأة بيفترض أنه اتلقت القلب من الرجل اللي عم يواجهها ومن بعد هي الصورة صار انفجار لرمز القلب خاصة بفرنسا وخلال القرن 15 انتشرت أيقونة القلب بجميع أنحاء أوروبا بطرق متنوئة فقد وجد مرسوم بصفحات المخطوطات وعلى المعلقات وأوراق اللعب والصناديقة الخشبية لحتى يضرب مرة ثانية رمز القلب ومن الناحية النفسية شاف العالم ستيوارت أنبروز الشكل العيقوني للقلب بيعطي نوع من الراحة والبهجة فهل رمز المحبب عند الكل واللي لما يشوفوا كنا منبسطوا منشوف في حب كبير وخفقان بالقلب طلعت قصته من لوحة بسيطة فرنسية وصلنا لخطام حلقتنا معكم يعني عسى هالأيام المباركة تكون خير ومحبة وسلام عليكم كل ياتكم نحنا دائما معكم على الموعد وحرافقكم طيلة أيام شهر رمضان المبارك يعني أيام مباركة علينا جميعا يا ورد العام وأنت بألف خير والكل بألف خير وأنت بألف خير بمناسبة عيد الجلاء وبمناسبة عيد الفصح اللي كان مبارح وبمناسبة اقتراب عيد الفطر السعيد بقيان 27 28 29 هيك أنا قلبي محسسني ويمكن 30 يمكن لا فبقيان إن عزمة أربعة أيام من شهر رمضان المبارك على كل حال برجع بذكر نفسي وبذكر كل المشاهدين ليلة ليلة القدر ليلة 27 رمضان ليلة خير من ألف شهر كل تسبيحة كل عبادة كل حمد لله كل شكر كل سجدة على الأرض هي خير من ألف سجدة فلذلك نستثمرة لو شوي كنا تعبانين نضغط على حالنا ناكل شغلات بسيطة ونتضرع لله عز وجل إنه يرجع الأمور طبيعية بولدنا الحبيب سوريا تضلوا بألف خير ترجمة نانسي قنقر